على العموم وهذا إنما هو منبر صح التعبير إنما هو منبر عام وليس لطبقة معينة في الحقيقة التوجيهات من قسمة إلى قسمين لو صح التعبير في داخل الحوزة أو توجيهات حوزوية ولا أقول لأهل الحوزة لا وإنما لفهم الحوزة كيف ينضغي أن نفهم الحوزة هذا من الجهة وكذلك التوجيهات العامة التوجيهات العامة في الحقيقة تنحصر بطاعة الله سبحانه وتعالى كل واحد ينبغي أن يكون متورعا في دينه كل شيء كافي متورعا في دينه كما يقول في الحكمة أنه مقفل له كأنك تراه فإذ لم تكن تراه وهو يراك وكذلك يتمسك بولاية أمير المؤمنين سبحانه وتعالى وحب الحسين والحسين ومنع ذلك من الكلمات وأحسن شيء سهب يموقع بيها إذا الله خيرا من يلتزم بها لكنه أحسن شيء يمكن قبره حسيا من سلوك أي فد هو يلاحظه في نفسه أنه يلتزم بكل الواجفات ويلتزم عن كل المحصمات ومن هذه الناحية الأقل ومن هذه الناحية الأقل أنه لا تأخذه في الله لما تلاهم أنه يدعو الشخص أو أي ضغط مهما أقل أو كثير ما يدخل في ضغط التقية والضرب والرسل والحرج الشديد هذا باب ثاني لكن في حدود ما هو ممكن لا يفرق واجب ولا يفعل حرام إطلاقا لا في عينه ولا في وزنه ولا في فمه ولا في مشية قدمه ولا في حركة يده أي شيء ولا في علاقته وتصرفه مع الآخرين أو مع الدولة أو مع الله أو مع عائلته أو مع أولاده أو مع البائع أو مع المشتري أو أي شيء إلا في معلوف الله سبحانه وتعالى وهذا ليس سهلا ولكنه إنما يكون المؤمن الصالح نموذجا من هذا القبيل وإذا كان الإنسان وجد نفسه على غير ذلك فإنما هو معاجب فللإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا المعاذير لا تخدع بها الله سبحانه وتعالى ربما أنك تخدعني بها أو تخدع صاحبك أو عائلتك ولكنه لا تستطيع أن تخدع الله سبحانه وتعالى أصلح نفسك بكل صورة فإن النفس أمار بسوء أمر نفسك أو لا أو أمر ربك أو لا هذا الذي يقول أنه جعل إلهه هو هواء لا الله إلهك وليس هواء فمن هذه الناحية يلتزم بطاعة الله تبصى إن شاء الله لسا تريد أن تكون من الناجين في الدنيا وفي الآخرة هذا يكفي في أنه تسير مثل هذا الطريق اللطيف الذي سار عليه أصحاب المعصومين ولا أقول المعصومين وإن كانهم أولى من غيرهم لكن تقول أنهم معصومين نحن لا نستطيع أن نكون مثلهم هذا الغيب الرأس ولكن أصحابهم ليسوا كذلك هل سلمان الفارسي وأبو جار وعمار وجرارة وفلان وفلان معصومون ليسوا معصومين مع ذلك كانوا مقربين إلى المعصومين ويعني من خاصة المعصومين فمن هذه الناحية ما ألطف أن نكون أمثالهم هذا الطريق مفتول وليس طريقا باطنيا حتى يكون صعبا وإنما هو طريق الحياة الأتي يعني فرق شنو فرق أنه تلاحظ الله في القليلة والتثيرة وفي النظرة والنبس والكلمة والسماع وأي شيء أي شيء في حلاقاتك ولفي نفسك أو في عقلك أو في أصدقائك أو في عائلتك أو أي شيء آخر ليس أكثر من ذلك كل شيء